نعرف الإخوان عندنا في الكويت انتداد من مصر لا يهتمون بالسنة والهدي الظاهر أكثرهم على إسبال واللحية إن لم تكن محلوقة فقريبة من الحلق لكن نجد هنا الناس الطريقة طريقة أخوانية والهدي والسمت سني لحاية ولباس والسمت ولكن الطرح والكلام تجد فيه غرائب حتى جاء بعضهم ذات يوم واستمع معنا فقال هل تظن أن السعودية دولة إسلامية حجبتها من هذا الكلام نعم دولة إسلامية وهذا كلام العلماء قال لا هي إلى العلمانية أقرب عندهم أفكار تكفيرية وعندهم تخطيط وعندهم تنظيم حتى أنهم يرتقطون من طلاب الشيخ إلى رحلات خاصة فلما جاءت الساعة التي رأوها مناسبة أظهروا منهجهم وتنظيمهم وذلك الأزمة العظيمة التي وقعت أزمة الخليج فرأوا أن الحكومة قد اشتغلت أو انشغلت عنهم فظهروا في تلك الساعة وتبينت الأمور وانكشفت كثير من الحقائق ترجمة نانسي قنقر